أهلا بكم في قناة دين ترسيري معكم دكتور محمد معيلي في مجموعة الفيديوهات دي هنحاول نغطي بإذن الله كل أسيات الإكسيتراكشن سيمبل إكسيتراكشن يعني إيه إكسيتراكشن عم تانا إكسيتراكشن يعني أنا عايز أقطع البرودونة اللي جمينت اللي حاولي السنة وخاطر الله السنة دي من السوكت اللي هي فيها يعني أقطع البرودونة اللي جمينت وعايز ريموف التوس فوروم سوكت طيب الإكسيتراكشن ده نفسه بنقسم الحاجتين السياتين جدا أول حاجة الإنترا أول فيولر إكسيتراكشن بنقول عليه كولوزد إكسيتراكشن ده أنا لو عندي مسلا سنة في البق عايز أخلاح ساولي أرسه أو هي بدلت استراكتد أو عندي ريمينين جروت وده بس قد نفيه الحاجات اللي عادية جدا زي الفورسيبس أو الإليفيتورس وحركات زي الليفر والويند أكسل والويدجينج يعني إيه هنشرحه إن شاء الله مع بقى الفيديو طيب النوع الثاني طيب النوع الثاني مينور سيرجيري ده أنا لو عندي سنة امباكتد أو مثلا أنا عندي سنة حاولت يابها بالفورسيبس واتكسرت مني إليفيتور منفعش عملت سيبريشن ما طالعتش فافتح فيرب فيها فهذا يبقى مين للمحاطرة بتاعتنا عن إنترا أربرار إكستراكشن أو الكروز إكستراكشن لو أنا مثلا عندي سنة عندي آسف عادي مثلا سوكت هوا ماشي وحواليه بو وعندي آدي السنة بتاعتي ما رش هي الرسمة يعني هي على الأرض كده عادي ألف البرونت اللي جامن سهل جدا نتقط ده الرموف التوس من السوكت ده عندنا البون بتاعنا فتيت قوى على السيرفز بتاع السنة فأنا عشان أطلع البون أطلع السنة من السوكت اللي هي فيه والبون اللي هو فتيت قوى عليها ده عايز أبيضه عنا عايز أعمله اكسبانشن فده بيحضنا الحاجة اسمها بون اكسبانشن سيري ده يعني إيه؟ يعني أنا عايز أوسع العظم أبعد العظم اللي حوالي السنة عناه عشان أقدر أطلع السنة عشان أقدر أطلع السكت عشان أقدر أطلع السنة طيب إزاي أعمل حاجة زي كده؟ طريق أنا أطبع فورس على السنة طيب الفورس دي أي فورس كده والسلام؟ لأ الفورس دي لها طلع شروط السيتين السيين أول حاجة بتكون كونستانت ثاني حاجة ستيبل ثالث حاجة ستي لونج بيريود طيب طيب كونستانت يعني مستمر أنا أريد قوة مستمرة يعني ما ينفعش مثلا ماليجينة نعرف الحركات الاكستراكشة هنعرف ان هي باكا الاندي ساستين ولينجو اندي ساستين هي مش ساستين كده عبا لا أنا لازم مثلا أستنى هنا لو استنى هنا خمس ثواني استنى هنا كامل خمس ثواني وستيبل ثابتة يعني مش أي فورسة كده عشوائية تكسر السنة يعني ما انتشش ناتش أجامتها كده تكسر السنة وستيبل دفطيب بتأكد رقم واحد تمام كده احنا خلصنا اول جزئية خالص كتعريف وانواع وعرفنا المبدأ الاساسي اهم حاجة عندنا في الخلعة ان احنا نكون نفهمين احنا بنعمل ايه بالظبط مش مجرد اي حاجة احنا هنحافظ لها لان هنعرف برضو مع الوقت او مع الحالات اللي هتقابلنا هنعرف ان هناك حاجة ساستة في الخلعة يعني ما ينفعش اقول له السنة دي تتخلع بروتيشن وباكا الوسطين ولينجو الوسطين لا او فكر ايت لا كل حاجة بيبقى ليها يعني بوزيشن بتاحها الخاص فاحنا بنفهم السيات وبتطبع السيات طيب بعد المقدمة دي هنروح مسلا للرولز بتاعة الاكستراكشن اول حاجة في الرولز ده هنروز جريبنج فور روت فور روت يعني عايزة جريبنج يعني ما امسك للروت كده افهم ان الفرس بتاعتي ماشية مع الاناتومي فور روت طبع الاناتوم بتاع روت ده يعني هل انتيريور زي البريمولر زي المولر لا عندنا في ثلاث حاجات اول حاجة النمبر بتاع روت نفسه يعني هو سنجل ولا مالتوبول اعترا هي فيوزد ولا مش فيوزد ثاني حاجة الميزيو ديستال دايمنش بتاعه ثالث حاجة الثالث حاجة الثالث ده يعني عريض ولا رفايا وده سأخلى سبب ان هم ممكن يطلعوا فورسيبس خلوزد و اوبن خلوزد و اوبن الخلوز طبعا الانتيريور وان كان فيه انتيريور بتلاقي مفتاح سلنا كده والاوبن للبوستيريور ماشي ماشي ثاني حاجة بيقول لك at least وانت عام بوجه او عامل بالفورسيبس يعني انا ما ينفعش اجي مسلا اعمل جريب بالفورسيبس وهو مسك من ناحية واحدة ومش عامل مش معشقة من اخر كده الفورسيبس مش معشقة على السنة بتاعتي لان ده هيقدي الى حاجة اسمها stress concentration هيقدي في النهاية الكسر السنة وبرضو اي حاجة هيخد خلل في الثلاثة دول هيعمل لي يكسر لسن ماشي كده احنا عشان مع بعضك بائز جدا لو كلمنا عن الفورسيبس نفسه انا جايب ادي الانتريور خلنا مثلا نشرح على الانتريور ادي الانتريور اول حاجة انا عندي الانتريور الحتة دي serrated عشان قدر امسك منها ما يزحلقش من ايدي والحتة دي بتاعتي البلات serrated برضو عشان ما تزحلقش منع السنة او وده المفصلة او الجوينت مش ايه يعني هو كلام اكاديمي شوية بس يعني لابد منذكره برضو عشان ما فيش حاجة تهم مننا او نكون نسينا حاجة سريعا كده بيقولك ان الجوينت ده او المفصلة دي سوان كده ال الجوينت دي بتباقي اما استيريت كده او سليت الكيرفيت زي ال بري مولور او انجلت زي اللور مولور حاجة زي كده او اللور عمت اللور عمت ماشي حيب اعرفنا ناسا ان الجوينت استيريت او سليت او او شاربانج شاربانج هو الكلام ده كلام يعني اكاديمي شوية مش عملي بس لابد من ما عرفته برضو كده الجوين طب البلد دي هي اللي فهاش شار كله البلد 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 ده بيقولك يا اما هيبقى ويد او نارو ده عشان الميزيو دستل دايمنشان يعني عندي مثلا الانتريور تبقى عريضه فلا بصنا هنا كده هي السورة مبال ورا ليه ايوان هي مثلا هتلاقي مثلا اللور اللور انتريور رفيع كده تمام كده احنا شايفين تمام او وكلوزد طبعا الام بيبقى في البستريور او في المولر وابن برضو في البريمولر والانتريور بيبقى كلوزد ثالث حاجة بيكت ونم بيكت البيكت بالزبط موجود في المولر بس في المولر هتلاقي في الأبر مولر وفي اللور مولر الحاجة اخيرة بيقول ميرور لايك لايك وننمي لللايك يعني هل يا تارى مثلا عند الجنب ده هو في حاجة البلور ايوا هل الجنب ده اخو الجنب ده ايوا يستثنى من ذلك الابر مولر الابر مولر مثلا هنلاقي ان هنا فيه مثلا بيكت وهنا فيش بيكت خالص طيب يعني احنا باردو لو استخدنا من الكلام ده وقلنا الفورسيبس الابر انتريو او هنقلعه مع بعضنا اول حاجة استريت او هنقل او هنقل او هنقل او هنقل بالنسبة لأبن والكلوزد هنقل فيه فورسيبس هي تبقى مفتوحة سنة بسيطة خالص وفورسيبس تانية هنقل مع الشراب ببعضها خطب ببعضها هنقل عليها كلوزد طيب هي طبعا نام بيكت وبرضو ميرور لايك طيب البريمولر طيب البريمولر دي اوبن اه يفتح سنة لان الدريمولر اكبر من انتريو فمفتوحة وطبعا نام بيكت وطبعا ميرور لايك الفكرة مفهومة خلص بس المولر كمان ونقسق على ذلك اللوع طب المولر طب المولر بيكت هنا بقى بيكت طبعا نان هنا نان برضو نان لو احنا مثلا البشنت قدامي اوه وانا اخلع يمين البشنت ادي كده هعرف ازاي هتخيل البشنت قدامي يمت البلد ورود واحد اذا يمت البكت طورود فالحتة البكت او الخطاف لازم يعشق في الفركتشن يمت البكت فانا هتخيل العين قدامي كده العين ايه كده هناخلع يمين العين وكده هناخلع يمين العين لانا البيكت داي فيه بقى الورا فيه بقى الورا بالزورة تمام كده ايوان بالزبط كده ماشي طبعا الورا زيهم بالزبط وبالنسبة للقابر ايت القابر ايت ليه فورسبس خاصة الواحدة واسمه جوكي فورسبس همزل جوادي اللي ركب حصانه فين ال اهو وعندنا تو انجل ادي اول انجل وادي تاني انجل ليه؟ داي بديك اكتر اكتر افضل طبعا ان ترجعت الورا خوالس عندك خبد العيان وعندك المسي ترماصل وعندك وعندك فعندك هو داي الابر ايت وانكان فيه بعض الحالات داكاتر ايت داكاتر بتفضل انها تخلع الابر ايت بالابر مورو فورسبس بيقولك ان هو الفورسبس اقوى وهتشوف برضو حالات هتلاقي ان فيه داكاتر بتخلع الابر باللغر بيقولك فورسبس اقوى بس دا حملناش جوابين بدلوقتي وباقي فورسبس اخيرة هي البايونيت فورسبس دي الجدور جدور فوق عمتا بالمناسبة برضو احنا ذكرنا الفورسبس اللي هيروح وزارة الصحة هيلاقي فيها مسميات غير المسميات بتاعتنا غير الفورسبس والابر مولر والكلام دا هتلاقي فيها بيقولك ان دا فوق مفتوق فوق مقفول فوق مقفول دا البري مولر فوق وسط وده بيقولك بالنسبة يا اما مسلا ستة فوق يمين ستة فوق الشمال سبع فوق يمين سبع فوق الشمال او درس عقلي فوق هيدك دا او جدور فوق هيدك دا ونفس الفكرة برضا هيقولك تحت مقفول يبقى تحت وسط يبقى تحت مفتوح يبقى تمام هي المحاضرة دي معلش هتبقى محاضرة نظرية اكتر من ان هي عملية وبإذن الله في المحاضرة تانية هنعرف ازاي نمسك الفورسبس وازاي بتاعنا مع البيشانت وستهدام بالنسبة للصحيح نتكلم عنها سريعا كده المحاضرة 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 وتقبلت حاجة ويل اندي اكس بيحفظ تلات حلقة دا دلوقتي طب بالنسبة للاثورز نفسهم عندنا بزبط ثلاث انواع ممكن نقولي الستريت هزا الستريت بينقسم الحاكتين استريت ابيكسو وكوبلانت او برعاية الشركة المصنعة عليه هو الشركة الكوكتل الان الستريت ايبكس هذا هو سواني سواني او رفاية فايدته بالنسبة لنا انه هو create space عشان اقدر استخدم الكوبلنت او استخدم العريض في برضو عريض سنة او ممكن نطلع بالremaining group طب الكوبلنت الكوبلنت ندعي حاجة كده ساحرة في درس العقل ماشي ده بالنسبة للستريت الكلام ده هتشرع بالتفصيل لما نجح نطبع وعمل بازن الله طيب ادي الكوبلنت او عارض جدا ازاي خيب تاني نوع اللي هو الكيرفت الكيرفت ده في منه ممين وشما ادي الكيرفت ده الاتجاه التاني بتاع هتلاقي بص كده هتلاقي بص الفوق وثالث نوع نوع الكوروس بار بار ده في منه نوعين سوكت أبليكيتور وبقل أبليكيتور السوكت أبليكيتور ده لو انا عندي مثلا عملت التشوف خلاص واما دخل ومبين السنتين ما بين الاسف ما بين الروتين واما طلع الروت والتاني او مسلا انا طلعت سنة بتخسل وتلاقي مسلا روت تحت يبقى فاضل داخل في الحتة يعني انت مثلا تخلق سنة داخل سنة الكراون talع بالروت واحد فهيقره فاضل روت تحت واما داخل بالسوكت كنا فلم طلع اللي هو طلع مع الكراون وااما طلع الروت التاني البكر ابليكيتور ده ممتاز جدا في درس العقلي تحت مثلا انا عند الاكستيرنا ابليك ريج تخينه وقويه كويس جدا فانا ام حشره كده يمت البكر بتاع السنة وام طالع السنة طبعن ازاي فرق ما بينهم؟ ازاي فرق ما بينهم؟ اعرف حرف ت ده هتلاقي البكر ابليكيتور هو مش معي للاسف دلوقتي هشكل البكر ابليكيتور وهتلاقي وهتلاقي لي مسلس صغير هنا كده هتلاقي زاوية تسعين كده هعمل زا حرف ت ده السوكة ابليكيتور طب بالنسبة البكر ابليكيتور هدي حدنا وهتلاقي جاي بزاوية في زاوية هنا كده احنا في الصحة بناء عليها هقول له بكر ابليكيتور ماشيين؟ عكس ان الكروزبور الكراير الكراير ده يوصدن في القبر معي الكراير سواني كده هذا هو المثلس وهذا هو المثلس اللي قلت عليه موجود في السوكة والبكر ابليكيتور ايوا او في منه الناحية دي والناحية التانية كمان طيب السوكة ابليكيتور قلنا عليهم بحرف ت الكروزبور يستخدم في اللور والكراير يستخدم في القبر وان كنت شفت مرة دكتور بيستخدم الكروزبور في الأبر ايت ما كانش عايز يطلع فهو عمل ايه؟ استخدم الكروزبور عشان مكانش فيكراير برضو مكانش فيكراير برضو مكانش فيكراير فى المستشفى وقته الكروزبور دخل عمل وبعدك دخل بالستريت طلع الروت اللى في الأبر ايت طيب ايه الاسمي اللي ممكن قال لها بالعرب في الكلام ده ديبقنا لها رفع مستقيمة رفيع اللي هو الستريت او بيكسو او رفع مستقيمة عريضة اللي هو الكوبلانت طيب الكيرفيد رفع معجوك الكورس بار حرف تين او صليبة طيب اخر حاجة نختم بها الفيديو هو هنقول يعني ايه وجي ويعني ايه ليفر اكشن ويعني ايه الاند اكسل وجي يعني انا هحشو ادي واحد واحد يعني هحشو الستريت بتاعي او الاليفيتر بتاعي عشان وجي يعني بحشو عشان اعمل كده وجي طب يعني لفر اكشن يعني انا عايز ارفع فهستخدم البون اتنين الليفر برفع واستخدم البون كفال كرم حاجة بس نتعليها عشان ارفع طب طريقة الول اند اكسل الول اند اكسل ده عامل زي العجلة الكبيرة اللي بتزنق في عجلة صغيرة فهي استخدم في الكوروس برا عن متى ماشي في فيديوهات هتلاها على القناة مغطية كل نقطة نائلة في الفيديو ده في الفيديو الجاي ان شاء الله انا هتكلم او هنتكلم او هنحاول نغطي كمان ازاي بشكل عملي موسكة الفورسيبس واستخدامها والفيديوهات هنستعين بها الوجينج ده ممكن نستخدمها طبعا في النقطة اخيرة بس الوجينج هنستخدمها مع الستريت اليفيتور وال الكيرفيت الكيرفيت اليفيتور تمام بس كده تمام ده هكون اغطيت الموضوع بشكل بسيط هو ممكن المحاضرة دي بس هتبقى هندقود كده فيه بعض الاكاديمي او بعض الكلام الاكاديمي لكن باذن الله المحاضرة الجاية هتبقى مغطية جزء كبير جدا عملي او نظري او شغلة تطبيئة اكتر وبرضو فيه ما تنساش بص على الفيديوهات كتير على القناة مغطية الانتيريور ابر انتيريور والبريمولر والريمينج والمولارز سواء سواء سنان عادية سنان عادية وفيه سؤال كده يعني فيه حالات بتيجي في الصحة عايزة تخلع السنان فانت قدامك حال من عايزة تخلع السنان سليمة طب يا عم تعمله عصب بر لا فهو المريض بفقك يعني فيه بعض المرضى كده بيشغل مخهم ويقولك ايه اوه الدكتور ده مش عايز يخلع لي عشان اه ما بيعرفش يخلع او مثلا اول حاجة تجي في دماغه عايز نحن عمل العصب بره عشان اه ارحل العيادة وانفعه ومش عايز الشغل في الوزارة اه تاني حاجة يقولك انت بتعرفش تخلع او انت خايف سنة القصر فانت عصب نرفزك لدرجة انك بتقعد عشان بيقعد عشان تخلع له السنان وهتلاقي في فيديوهات مخلوعة سليمة السنان طلعة سليمة او مش مستلنة الخلع في الفيديوهات على القناة بس كده يا ربك ان شرحنا الموضوع بشكل بسيط وسهل والناس قدر تستفيد منه وان شاء الله نرككم في الفيديو تاني ان شاء الله السلام اشتركوا في القناة